السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكرة وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ويعني لسا مخلصين مباراة الأهلي وبيرامدز اللي انتهت بفوز ببيرامدز بنتيجة 2-0 على النادي الأهلي وخلينا نكون وقعيين وبعيدا عن الانتماءات الناس اللي متابعاني كلها عارفة الحمد لله رب العالمين أن أنا يعني مش بحط الانتماء في حسباني وأنا بحل المباراة وأنا باتكلم على مطش فضل الله تعالى ولكن يعني الكلام ده قالوا الناس كلها وأنا كمان بقولوا النفوز مستحق البيرامدز على النادي الأهلي لعبت النادي الأهلي النهاردة ما كانوش موجودين تماما كان فيه أشباح في الملعب مش هما دول لعبت النادي الأهلي مش حاسين بقيمة تشيرة النادي الأهلي مش حاسين النادي الأهلي نادي كبير نادي محترم نادي المفروض لعبته تهدي في الملعب أكتر بين كده بكتير جدا هنتكلم بالتفصيل عن الموضوع ده وهنتكلم عن تعليق احمد شبير يعني القاسي بعد هذه المباراة وهنتكلم عن ايضا فرمان ناري من سوريش بعد مبارات الاهلي وتفاصيل خناقة رمضان صبحي ومحمد عبد المنعم بس ازدانك في ذات الحلقة لو انت اول مرة تشوفني على الفيسبوك او اليوتيوب مساش تعمل شيري للفيديو مساش تعمل لايك للفيديو وانساش تشترك في القناة على اليوتيوب وتفعل الجرس وتشترك في الصفحة تعمل لايك او فولو لصفحة الفيسبوك خاطئنا ناخد الموضوع يعني اا نقطة نقطة وحتة حتة الاول هنتكلم عن اا يعني اا خناقة رمضان صبحي محمد عبد المنعم احنا شفنا ان كان في اا طول المباراة محمد عبد المنعم كان مكلف برقابة اا اا رمضان صبحي فاوقات كتير جدا من المباراة كان ساعات بيساعده كريم فؤاد ساعات بي��زل بمال عليه شوية حمد فتحي وهكذا ولكن كان الاساس في القصة او الموضوع هو اا محمد عبد المنعم طبعا طبيعا عشان محمد عمان عم مسك رمضان صبح والاتنين بشد وجذب بينهم طول اللقاء بلقى تبقى فيه تنشانة في خناقة ده بيزق ده ده بيشد ده بيعمل ده وهكذا. لغاية ما جاء المباراة خلصت خلاصه محمد عمان عم خارج متعصب ومتنرفز رحمة رمضان صبح اللي هو ايه انا دي وجهة نظري برضو انتو يعني اه شفته زيه ونحكم مع بعض. رمضان صبح اللي هو ايه زي ما تقول نكش محمد عمان عمان وطالع كده اللي هو محمد ع راح سلم عليه بس ما شفتش ان هو بيسلم شفته ان هو بيزقه دي وجهة نظري انا ده اللي هو شفته اللي هو براخيان ما كده اللي هو ها او كتبناك او حاجة زي كده واو زقه او ضرب ايده او ضرب رجله حاجة زي كده. وبحامر عمان عم متنرفز ومخنوقه وراجل طلع خسروان فمش في وعي او مش في دماغي ان انا نعود اهرج واضحك دلوقتي. آآ آآ ورح محمد عم رحمة عم رحمة عم تنرفز رحمة عم اتنرفز آآ ده زعق لده وده عمل لدورة اتنى تخنقوا بقت خناقة. آآ وهاني سعيد اتدخل ومش عارف محمود فتح الله اتدخل ومحمد عم رحمة عم زعق وعمل وسوى. بصتوا جماعة مش عايزين نتبلأ ننتجان على ناس اقول نتبلأ عن ناس بالظلم ولكن انا شفتها من وجهة نظري ان رمضان كان بيرخم على محمد عم بنام. ما اعتقدش ان هو رايح يسلم عليه صالح. رايح يسلم عليه صالحه اعتقل من وجهة نظري. هيروح له فيسته فيس ويمدله ايده كده قدام الناس ويسلم عليه واحد وقلوا هارد لك كلام ده كل. لكن لو انا ماشي ده فجأة واحدة جنبي في واحد بيقول لك لأ سو ماخدش بنا منه فاكيف الاخر ناكشه. لا ان ده قول له محمد عبد منعم يعني قصلي في كزا حل. لكن اعتقد ان رمضان صبح دي وجهة نظري والله مش بظلم حد. بس اعتقد رمضان صبحي كان بيرخم على عبد منعم او بيستفزه. اللي هو ايه هلا ايه مش عارف ايه كزا فالرجل اتنفز تعصب ايه عمه واصل محمد عبد منعم عصبي جدا 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 كمان. وبقت اه خناء. اعتقد حركة ملاش لازمة تماما من رمضان صبحي وما كانش ليها اي عازة خالص وامفروض الموضوع بقى افضل من كده واحسن من كده. عايز سلم عليه روح له دايركت تقول له معلش بعد المطش جري عليه اه معلش كان فيه شد وجذب بينه هارد لك ان شاء الله المر مطش جاتر احسن. كلمه كنتين حجوين ولكن رمضان صبحي تحس ان هو بلعب مطش بغل. اه شفت لما 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 فخر سحسن في صدره. ايه يا عم انت بجيء على كاس العلم. يعني انا انا والله اجل ايه باستغرب. واحد يقول لي ان ليش عايز احتفل. لا احتفل براحتك وطير وتشقلب ويبرق وطلع حنجرتك. بس مش قدام النادي اللي عملك. تاني مش قدام النادي اللي عملك. انا جمعا بأتداق والله العظيم من اللعب اللي اللي معندهاش انتماء. معندهش انتماء للزمالك معندهش انتماء للقالي وكذا. معندهاش نفر هنا. معرفش يعني حاجة كانت غريبة جدا جدا. المهم اه تعليق اه قاسي من احمد شبير. بعد اللقاء احمد شبير كان متضاق جدا على اه قنوات وطلع اتكلم. والراجل طلع قال لك يا جماعة مباراة انتهي بفوز مستحق لنادي آآ لعيب نادي برادز كان لعيب وميازين لعيب وميازين كانوا رجال في الملعب نفوزوا الخطة بتاعة المدير الفني بصورة جيدة جدا. آآ ولعبت النادي الاهلي لا يستحقوا ان نقول لهم يعني لا يستحقوا حتى كلمة ان هما ما لعبوش مجوش ما 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 كانوش موجودين كان تعليق قاسي جدا من احمد شبير على آآ النادي الاهلي ولكن خلينا نتكلم ان انا هقول لك الموضوع هنحللهم على بعض كورة كده بس نتكلم عن فرمان آآ سوريش طبعا سوريش كان غاضب جدا وعمال يزعق من من الديها خمسة سبعين تقريبا او الديها تمانين عمال يزعق ويهلل واتنرفز ويهات سعو سمعين كمان وبصر للدكة ومتعصب وحتى هو شوط الاول خارج تحس ان هو خارج يائس بعد كده من دقيقة تمانين ما شفتوش واقف على الخط حسن ان هو استسلم انا دي وجهة نظر حسن ان سوريش استسلم خلاص يعني قاعد جوه على الدكة ما شفتوش واقف على الخط خلاص من دقيقة تمانين شكرا انا عادت بجوه بقى وهو سامق قمصان قاعد من الناس كل الثانية اتنين واحد احسن من اتنين صفر اتنين اتنين احسن من اتنين صفر اي جون الاهلي يجيبوا او اي جون في اي فرقة تجيبوا افضل بكتير اكيد افضل من انا قاعد اه خلاص يائس وبقايد بقى في النوتة بتاعتي ملاحظات المطش القادم لا انا شاف ان ده خطأ كبير جدا 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 جدا. هنجي نتكلم على مستوى النادي الاهلي من اول مباراة سوريش واضح ان اللعيبة لسه مش حافظة التكتكس اللي كان عليز يلعب بيه. عمال يزعق لكريم فؤادي يقول له تقدم. بعد ما كريم فؤادي يتقدم وعمر السلية يجي يغطي مكانه ويبقى قريب من محمد عب منعم يروح مزعق لكريم فؤادي يقول له ارجع. ما كده روح جدا عند علم معلول يقول له تقدم. هو عايز يطاير البكين يعني. فعليم معلول يتقدم يروح مزعق له قول له ارجع. بعد كده الكرة تيجي ارجع لأمان اشرف يقول له باصلل telling عب نعم. يروح كرة جاني محمد عب نعم قول له باصل معلول رح معان عب نعم وباصل السلية. السلية يجي يروحوه واسقط في نص ملعب واشهور رو يعشيني يسقط في نص ملعب ويطلع حمد فتحي قدام شوية. لما السلية بيستلم. يقول له باصل حمد فتح يروح السلية برجع لعب نعم ياخد الكرة كريم فؤاد يقول له اجري ولعب وان تو مع احمد العب قادر و احمد الروح الكريم في وقت لعبها القفشة فواضح ان يعني سوريش لسه معندوش الحتة بتاعت ان اللعب المصري مش مرن قوي تكتيكان او خططيا ان انت تدقى تحوله او تحول دماغه تماما وتغير الخطة تماما بتاعت استراتيجية اللعب من وراء المباراة مش بهذه المرونة والتلقائية احنا مش تعودين على كده احنا في عندنا فرق بتلعب بنفس الخطة كسبانة خسرانة متعدلة بنفس الخطة من اول الموسم لاخر الموسم بنفس التشكيلة بنفس اللعيبة كسبان خسران متعادل طهان زهان متضايق فاللعب المصري ل้ complicه المرونة برضه اللي جونيون من بيرامدز خطيئين دفاعيين واحد من يعبن بعيده معلومه مازال في مشاكل مش فهمين دورهم معلومه محاد الكرة تسدره كده راحت علي طول لي ا呛 اريك تراوري حاطها علي طول أن يصرف محمد الشناوي والكلها تانية بكم رحمة البرمspr sturdy بيطلع على الكرة في القلب. يعني محمد عاملين بيطلع على الكرة في القلب. آآ راح وليد الكارتي لعبها. راح وليد الكارتي لعبها الفخر الدين بن يوسف اللي خد ابو شارجل بصراحة جون اكثر من رائع آآ سكن يعني آآ يمين محمد الشناوي. برضو خطاء دفعية. عدم تفاهم في خط النص بين السلية وبين حمد فاتحي. شوف الناحية التانية عندك آآ آآ اعتقد كان بلاتي توري وليد الكارتي. شوف الفرق بين هنا وهنا. شوف تطلعت الكرة والتقدم بكرة من هنا وهنا. في برضو مشكلة كبيرة جدا بخط النص عند من الاهلي. مشكلة الهجوم محمد شريف فقد الزاكرة. تماما. محمد شريف فقد الزاكرة. لعبت اللي قالي النهاردة آآ ما قدوش الاداء المطلوب منهم. وكانوا بصراحة النهاردة يعني كأنهم مجوش. ولكن برضو عشان نتكلم بالحق سوريش آآ من وجهة نظري وفتكر كلامي بيدغط على لعبت الاهلي تكتيكيا زيادة. مش حمل بدني تكتيكيا. بيحفزهم تمنتاشر خطة. بيحفزهم سبعمائة تحرق. لعبة قفاق تايهة. تبصت السوريش تلاقي على معلومة برق فيقول له رجع يروح راجع. قل له تقدم يروح متقدم. تلاقي كريم فؤاد يجري يتقدم قدام. ويقول السولاية بصيلي وجري كزا مرة لوحده قدام بصيلي بس صوراه مش متغطي. وثلاثة ربع المشاكل اللي عندنا نديقات من ناحية اليمين بتاعت كريم فؤاد. التغطية العكسية كره كان لات لعب من وراه. طب بصيلي كريم فؤاد مش بصيلي يروح متقدم يروح راجع بقى او مريح سرح ما يزعاله قول له تقدم. هو مش عارف امتى تقدم وامتى يرجع. وعليه معلول برضو لسه فمع صوريش مش عارف امتى امتى يرجع. عمر السلاية مش عارف امتى يصل على خط السنتر مش مش بقلم من اللعبة بقول مع التكتيكان مع التكتيك بتاع سوريش. عمر السلام مش عارف امتى يبقى عدالة سنتر زبعت سعلمات سوريش وامتى يزيد وامتى يرجع وحمر عم منعم بيغطي مكان الباك رايت كريم فوق ادلا وبتقدم قدام. حسام حسن مش عارف امتى يقل وامتى يرجع تاني وامتى يبقى شهر سترايكر ويخلي قفشة تقدم عليه. لسه برضو العب ما حفزتهاش. ما دي برضو مشاكل. ما ينفعش ناجيب عندي مرونة اللوه المطش داربعة ثلاثة ثلاثة ومطش ده تبقى عندك اللعيب بقى تبقى باك طاير يعني تروح تهاجم. في حونة المطش ده تبقى باك ثابت. المطش ده انت بتسقط في نص الملعب لما الهفد فيندر بتقدم قدام بيتغطي مكانه. في خناءة تكتيكية يعني فاللعابة برضو خلي بالك والله بغض النظر ان هم كانوا وحشين جدا النهاردة لكن معزورين برضو. سوريش متقل عليهم قوي 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 الحمل التكتيكي مش الحمل التدريبي. فبصراحة يعني. النادي الاهلي يقدمهم وراه صعبة جدا جدا انادي الزمالك ان شاء الله في كاس مصر يوم واحد وعشرين سبعة. الاكيد بازن واحد احد يا رب اتمنى اكيد ياخد الكاس واخد بطولة الكاس. اه كده حتى الان الزمالك يبتعد على النادي الاهلي بفارق تسع نقاط. النادي الاهلي لسا دي مطشين مؤجرين. لو كسب الاتنين يبقى فارق تلات نقاط النادي الزمالك. اتمنى اكيد بازن واحد احد يا رب يعني الزمالك ياخد دوري ان شاء الله رب هذا الموسم وياخد كمان كاس مصر هذا الموسم. وتبقى السنائية كده يا رب وربنا يا كرمنا رب كمان نعمل حاجة في دوري ابطال افريقيا ان شاء الله وفرحنا كده يا رب. وهرض لك لنادي الاهلي والكل جميل النادي الاهلي المحترمة. وان شاء الله الافضل فيما هو قادم. كان معك خوك عمر ورعاتك في قناة صاحبك ورعاتك ان شاء الله فيديو جديد. سلام عليكم.